لا تبالغ في إظهار تفوقك على وليك أو رئيسك هذا الاقتباس من كتاب 48 قانون للقوة للكاتب روبرت جرين وينص على أنه من المهم أن تظل متواضعا في وجود من هم أكثر قوة منك حتى لو كنت أكثر كفاءة أو ذكاء منهم فالإفراط في إظهار تفوقك يمكن أن يثير الحسد والغضب مما قد يؤدي إلى تدميرك وهناك العديد من الأمثلة التاريخية التي تدعم هذا القانون على سبيل المثال تم إعدام الإمبراطور الروماني نيرون على يد مجلس الشيوخ الروماني بعد أن تباه بذكائه وحكمته كما تم إعدام رئيس الوزراء البريطاني ويليام بيت الأكبر على يد الملك جورج الثالث بعد أن اتهمه الملك بالتآمر ضده ولكن هذا لا يعني أن عليك أن تكون ضعيفا أو غير واثقا من نفسك في وجود من هم أكثر قوة منك فيمكنك أن تكون مثابرا في عملك وذكيا في خططك دون أن تتباه بذلك كما يمكنك أن تكون وديا ولطيفا مع الآخرين دون أن تكون خجولا أو مترددا وإليك بعض النصائح حول كيفية تطبيق هذا القانون في حياتك كن متواضعا في كل ما تفعله لا تتباه بإنجازاتك أو قدراتك كن ودا ولطيفا مع الآخرين حتى لو كانوا أقل منك قوة كن مثابرا في عملك وذكيا في خططك باتباع هذه النصائح يمكنك تجنب إثار غضب أو حسد من هم أكثر قوة منك وزيادة فرصك في النجاح